أجيت كل واحد فيه نساء لنفسه بعد عملية طوفان الأقصى الأخيرة ليه الغرب بيدعم إسرائيل بالشكل ده؟ وليه في العموم دايما موجة الدعم دي مستمرة على طول الخط مهما ارتكب الاحتلال من جرائم؟ السؤال ده حيرني جدا عشان كده قررت أني أدور على الإجابة وكانت المفاجأة هنشوف مع بعض كل مجال مؤثر تقريبا مين أصحاب أكبر شركات فيه أو المديرين أو المسكين المناصب المؤثرة برضو فحنبدأ بمجال الإعلام وصناعة الأفلام عندنا مجموعة كومكاست اللي بتمتلك قنوات إعلامية زي سكاي نيوز وم بي سي ويونيفيرسل لإنتاج الأفلام رئيس مجلس إدارتها هو براين روبرتس وهو يهودي الديانة أما ديزني اللي بتمتلك برضو مجلات مارفل وشبكة اي بي سي وستوديو القرن العشرين لإنتاج الأفلام مديرها هو بوب إيجر وهو برضو يهودي الديانة أما شركة باراماونت للإنتاج السينمائي واللي بتندلك تحت منها قنوات إعلامية وطرفهية اللي بتمتلكها هي شاري ريدستون وهي عيلة يهودية قبن عن جد كانوا مهاجرين من أوروبا بعد الحرب العالمية التانية أما ده وارنر بروز اللي بتملك سي أن أن وقنوات ديسكافري وإتش بي أو ومجل الدي سي ودي بيملكها ديفيد زاليف وأكيد عرفتوا ديانته ايه برضو أما مؤسسة بلومبرج المعروفة المملوكة المايكل بلومبرج برضو بينتمي لمهاجرين يهود جم أمريكا بعد الحرب العالمية التانية أما بها عن الهيكة للإدارة الأكبر قنوات والصحف الأمريكية والأوروبية زي صحيفة الجارديان البريطانية أو واشنطن بوست أو نيويورك تايمز وسي بي اس وغيرهم كل رؤساء التحرير أو المديرين التنفيذيين من نفس الديانة برضو وفوق كل ده ما نقدرش ننسى روبورت ماردو وده مليار ديربي يسيطر بالملكية المباشرة أو بالحصص الكبيرة في معظم القنوات والصحف العالمية أما شركات الطاقة والبترول فحنلاقي أكبر شركات غربية زي إكسون موبيل وتشيفرون وتوتل وبريتش بيتروليوم دي شركات لها أسهم في البورصة حتلاقي برضو شركتين بيملكوا النسبة الأكبر في الشركات دي كلها الشركتين دول تقريبا بيملكوا كل حاجة في حياتنا حتى الأبحاث الزراعية وهم شركتين أساس شغلهم في الاستثمار وإدارة الأصول دول حتى كمان بيملكوا حصص في شركات بعض فالمالك والمؤسس لبلاك روك هو لورانس فينك وطبعا دي أنتم معروفة أما بالنسبة المؤسس فانجارد فده بقى عليه خلاف وهو اسمه مورتمر باكلي وده بينتمل طائفة فرسان مالطا اللي كانت فيه مصاوق فرسان المعبد من قرون طويلة قبل ما يبقوا منظمة للأعمال الخيرية في العالم مع أن فيه كلام كتير عن أني ليه أصولي هودية برضو أما بالنسبة لعملقة التكنولوجيا في أمريكا فهتتفاجئ برضو أن معظم مؤسسين أكبر الشركات يهود زي لاري أليسون مؤسس شركة أوريكل لأنظمة قواعد البيانات ولاري بيج وسيرجي بريند مؤسسين جوجل ومايكل ديل مؤسس شركة ديل وطبعا مارك زيكربيرد مؤسس فيسبوك ده غير بقى القطاع المصرفي اللي مش محتاجين نتكلم عنه لأنه أم برضو اللي معاهم فلوس الكوكب تقريبا فإحنا عايشين في عالم بيملوكوا فيه كل حاجة بالرغم من قلة عددهم إحنا بنتكلم على تعداد عالى لأكتر حوالي 20 مليون نسمة النسبة قليلة جدا بالنسبة لسكان العالم لكنهم بيملوكوا التأثير ومن هنا نقدر نفهم ليه الغرب بيدعم إسرائيل بشكل غير مشروط لأن الإمبراطورية المالية دي بتتوجه لدعم السياسيين على مختلف توجهاتهم في حاملاتهم الانتخابية فبالتالي أين كان مين في مركز صنع القرار هيبقى تلقى الدعم أو تم الترويج له عن طريق مؤسسة تابعة لهم برضو كل اللي نقدر نعمله إننا نغير نظرة وفكر الشعوب اللي وقع تحت سيطرة الآلات الإعلامية دي واللي محصرهم من كل ناحية علشان ترسخ لفكرة واحدة بس وتقلب الحقائق لخدمة مصالحهم أتمنى تكون استفدت من الفيديو ده ومنتظر تعمك بلايك أو شير أو الدعم من خلال خاصية الشكر أو الانتساب لعضوية القناة أشوفك في فيديو جديد